أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشاوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في هذا البث المباشر للتعليق على استمرار التريند على دعم أبو تريكا ما شاء الله تبارك الله يعني محمد أبو تريكا يتصدر التريند لليوم الثالث على التوالي منذ الهجمة الغربية عليه بسبب تصريحاته ضد الشذوذ الجنسي في الحقيقة أنا أطلب من المتابعين جميعا أن يدعو لهذا الرجل لأنه أحدث والله أحدث صحوة كبيرة جدا في هذا الموضوع لم تتكرر من قبل وربما يكون هو نقلة نوعية في هذا الموضوع بالذات يعني أنا أوريكم الآن طبعا الدعم اللي حصل عليه أبو تريكا وتكذيب القنوات اللي كانت تقول أنه أبو تريكا الناس كانت ضده كذا يعني مثلا قناة بي بي سي لما طلعت اتكلمت على الموضوع فقط جابت التغريدات الداعمة للخطاب الآخر ضد أبو تريكا وليس التغريدات الداعمة لموقف أبو تريكا الحقيقة دخلت على التريند مصر وي ساب بورت أبو تريكا اليوم الثالث رقم واحد في مصر مع أنه إحنا عارفين التريند بيقعد يوم اثنين ثلاثة وبينتهي دايما كده يعني مهما كان الموضوع بيأخد يومين ثلاثة وبينتهي كلنا أبو تريكا الثاني في مصر وهو موجود الخامس في الأردن طبعا المصريين شوية مهتمين بالموضوع وأمس وأول أمس كان متصدر التريند العالمي في قطر رقم أربعة داخل قطر رقم ثلاثة في الجزائر وي ساب بورت أبو تريكا رقم خمسة كلنا أبو تريكا فأنا عايز أقول للبي بي سي وكل الناس اللي بتتكلم على موضوع إنه هذا الموضوع تصريحات أبو تريكا وإنه خسر وإنه محاصر وإنه لا مين اللي محاصر؟ مين اللي بيحاصر التاني؟ تعالوا ندخل على زي ما أنتم شايفين كده هفتح لكم بعض الصفحات اللي طبعا الصفحات الإسلامية كلها داعمة لأبو تريكا دكتور إياد قنيبي دعم أبو تريكا الشيخ حسن الحسيني دعم أبو تريكا إحنا دعمنا أبو تريكا كل الصفحات الإسلامية بلا استثناء داعمة لأبو تريكا لكن العجيب في هذا الموضوع إنه عندنا النهاردة صحوة وصفحات ملهاش علاقة بأي أمور دينية وهي داعمة أيضا لأبو تريكا بل صفحات زملكوية اللي هو الفريق الآخر اللي هو أصلا يعني للأسف الشديد في الكرة بيعادي هو والأهل منافسة المفروض منافسة لا عداوة عندنا في مصر يعني الناس عارفة زي ما انتم شايفين الصفحة دي نشرت هذا الخبر الوطن العربي يرد ويدافع عن أبو تريكا أمام العالم أجمع أسرع مليون تويتا والثاني عالميا أبو تريكا الثاني عالميا الكلام دا كان مبارح الكلام دا كان أمس ومبارح إحنا كان عندنا بث مباشر فما لحناش نغطي الترند العالمي رقم اتنين على مستوى العالم كان وي سابورت أبو تريكا على مستوى العالم مليون تغريدة عشان تعرفوا أن الناس كانت عتشانة حد يكلمها في الموضوع دا ويتكلم بطريقة صحيحة والله يصدقوني الناس محتاجة حد صادق يتكلم ولذلك أنا أطلب منكم مرة أخرى الدعاء لهذا الرجل فعلا أن يبعد الله سبحانه وتعالى عنه كيد الكائدين فعلا هم الآن يكيدون له على هذا الموقف ويحاولون بكل الطرق وطبعا إشعاعات كثيرة هل هو استبعد هل هو باقي في بيئن سبورت هل سيعاقب هل سأ أشياء كثيرة جدا منتشرة وأخبار كلها ما نعرفش عنها أي حاج يعني ما فيش أي مصدر موثوق لهذه الأخبار المؤكد هو دعم المسلمين جميعا وحتى فيه ناس من غير المسلمين داعمين لأبو تريكا صفحة أنا أول مرة أشوف الصفحات اللي أنا هورها لكم الآن أنا فتحت حوالي يعني أنا فتحت الترند على الفيسبوك زي ما أنتم شايفين كلنا أبو تريكا أهو واتفاجأت بكم صفحات يعني سولو سبورت ومش عارف إيه والأسطورة بنزيمة هفتح لكم الصفحات دلوقتي يعني صفحة الأهل اليوم الترند أهو الترند العالمي أهو حاطت أهو دا طبعا مبارح قبل ما توصل لمليون 291 ألف تغريدة الكلام دا مبارح أمس الساعة 1225 صفحة إيطاليا زملكاوي صفحة زملكاوية بعيدا عن أي انتماءات موقف يستحق كل المساندة الدين أكبر من أي انتماءات كروية كل الدعم طبعا المنشورات الدعوية احنا بنفرح أول لما يجلنا ألف لايك ولا ألفين لايك ولا تلات ألف لايك أنا بكلمكم نرضى عن صفحات الصفحة دي عليها 65 ألف لايك 65 ألف لايك على صورة أبو تريكا والدعم ليه صفحة إيطاليا زملكاوي أبو تريكا موحد القطرين الزملك والأهلي هو العمل التوحيد بينهما والله أنا بس حابب أقول للناس يعني فكروا معايا الرجل ده يعني إيه اللي عمله يعني إيه اللي عمله الرجل ده ماذا بينك وبين الله يا أبو تريكا يعني هذا القبول اللي في الأرض بهذه الطريقة مش معقول يا جماعة يعني ما ينفعش أن نحن نعدل الموضوع ده ثلاثة أيام اليوم الثالث على التوالي الترند في مصر الرقم واحد أبو تريكا هو ما فيش حاجة غير أبو تريكا اللهم بارك فيه يا رب بارك فيه باركوا يا جماعة قولوا اللهم بارك قولوا كده اللهم بارك اللهم لا حسد نصلاً يبارك فيه ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله فصفحة إيطاليا نزام الكاوي صفحة نادي الوحدات الأردني نادي صفحة موثقة نادي الوحدات أو الوحدات الأردني ناشر لا تسوحشوا طريق الحق لقلة سالكيه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كلنا أبو تريكا الوحدات المركز الإعلامي 25 ألف لايك رأفة علي هنا أيضا وهو مدرب يقول كل الدعم للصديق والأخ محمد أبو تريكا إيه جماعة الكلام ده كله يا جماعة اللهم لا حسد اللهم كثر من أمثاله يا رب جزاك الله خيرا أخي الكريم في الشات يعني مش معقول يا جماعة والله ما شاء الله اللهم بارك صحوة كبيرة جدا إن لم يكن لهذا الرجل إلا هذا العمل فالله يعني جزاه الله خيرا هو يستحق من لا يشكر الناس لا يشكر الله وكما قلت لكم أنا النهاردة مش جاي أتكلم على الصفحات الإسلامية اللي دعمته أنا جاي أجيب لكم صفحات وهذا الكلام يؤكد أن هناك رفض واضح لهذا الموضوع في كل قطاعات العالم الإسلامي وأنه الناس اللي سكتة في الغرب اللي عايشين في الغرب سكتين بسبب الإرهاب اللي بيتمارس عليهم بتهمة الكراهية والتهم المعلبة دي من حقه يفرض عليك الشيء ومش من حقك تعترض ويقولك إيه إحنا عندنا حرية رأيي فين؟ من حقه يفرض عليك؟ لازم تتقبله أو أنت كده بتتبث القراهية فلازم نقول كلنا شكرا لهذا الرجل اللي قام بإحياء هذه المسألة دي صفحة ثواني كده الصفحة أفلت صفحة عامر شفيع وهو رياضي أيضا نقف مع أبو تريكا ونقف مع كل إنسان يدافع عن الفضيلة والأخلاق اليوم وغدا وحتى يا شاء الله كلنا أبو تريكا ووي سابورت أبو تريكا 3500 طبعا أرقام الأول عالميا على تويتر صفحة مايكروفون صفحة مايكروفون أيضا زي ما أنتم شايفين صفحات كلها مالهاش علاقة بالدين عالم الكرة الإنجليزية عالم الكرة الإنجليزية نشر ضد صفحة مهتمة بالكرة الإنجليزية يعني ناس أصلا محبين للدوري البريطاني والكرة الإنجليزية عالم الكرة الإنجليزية إن ينصركم الله فلا غالب لكم كلنا أبو تريكا وزي ما أنتم شايفين عليها طبعاً 8000 لايك طيب أهلاوي تركاوي الصفحة دي طبعاً أهلاوي يعني أهلاوي تركاوي يعني أهلاوي محب لأبو تريكا وطبعاً كل الأهلاوية بيحب أبو تريكا زي ما أنتم شايفين برضو نشروا عن الهجوم الكبير عليه في الصحف الغربية وشوفوا كم التفاعل مع الموضوع 25 ألف واحد تفاعلوا مع هذا الموضوع في كل مكان في العالم صفحة في الأهلي صفحة في الأهلي الموضوع مشكورة لو كلامه ده أو كلامك ده بسبب في الهجوم عليك فأنا أول مدافع لو كلامك ده هيقوله عليه حب للشهرة فأنا محب للشهرة لو كلامك ده هيخصرك مكانك فمكانك محفوظ في قلوبنا لو كلامك ده هيقلب عليك الغرب هو يقلب عليك الغرب فعار علينا السكوت وعدم وسندتك يسلم لسانك يا تريكا ما شاء الله 34 ألف واحد دعمين لهذا المنشور وطبعاً أنتم معرفين الكلام ده في الفيسبوك عامل إزاي حساب على فكرة بالمناسبة الصفحات دي أنا فتحتها بشكل عشوائي يعني أنا الآن بقرأ لكم لايف ما كنتش مخطط ولا أعرف أي شيء أنا فاتح من 18 ساعة الصفحة دي نشرت من 1 ديسمبر فكل الحاجات دي في أوقات متفوتة فده برضو شكله كده إعلامي آه ده إعلامي يبدو والله أعلم شغال في قناة بين سبورت أيضاً أساند أبو تريكا لأنه لأنه النجم الكبير الذي لطالما أمتعنا ولأنه زميل ليس لأنه النجم الكبير الذي لطالما أمتعنا وليس لأنه زميل وصديق ولكن لأنني أشاطره نفس المعتقد والثقافة ونفس الآراء ما شاء الله 89 ألف ما شاء الله اللهم بارك هم بقى هو ده بقى اللوء من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها سبحان الله برضو هنا صفحة اسمها الأسطورة بنزيمة أو بنزيمة ما عرفش ده لعي بكرة تقريباً زي ما انتم شايفين أنا عملت لايك للصفحة والله إني أحبك في الله يا تريكا من كل قلبي أو أحبك يا تريكا من كل قلبي لأنك رلل في زمن قل فيه رجال ولم تسكت عن الحق كل الدعم لحبيبنا الماجيكو الماجيكو ده اسم أبو تريكا تقريباً إذا أقالوك فإننا سنقاطع مشاهدة كرة القدم لأجلك أتمنى من جميع الصفحات الرياضية أن تتبنى فكرة مقاطعة القنوات الراضية إذا تمت معاقبة أبو تريكا كلنا معاك يا حبيب الملايين وزمنتم شايفين سبع تلاف شخص صفحة زمالك ستيشن ويا خبر ابيض على الزمن الكوية والأهلوية برضو من الزلة منشور دعم لأبو تريكا زمانتم شايفين وكمان هنا صفحة أنا إنسان صفحة أنا إنسان نشرت دعم لأبو تريكا 46 ألف شخص تتفاعلوا مع هذا المنشور صفحة كلنا صفحة فانز عاد الإمام والله سبحان الله أنا أقول لكم فتحت الصفحات فانز عاد الإمام يعني متابعي أو معجبي تقريباً عاد الإمام كلنا أبو تريكا هم لهم حرية الرأي في التعبير عن ديننا ومعتقداتنا والهجوم علينا لكن عندما نعبر عن شيء مثل مخالفة الفطرة البشرية التي يخالفونها نتلقى الهجوم ولا يحب حرية رأينا من كل صحفهم ومحطاتهم وقنواتهم نعم حاربوهم بمثل ما حاربهم المحترم محمد أبو تريكا نعم كلنا أبو تريكا رجال لا يخشون في الحق لو ما تلائم فطرة إنسانية قبل ما تكون دينية كالعادة تريكا رجل المواقف قال لك حرية الرأي بلاد الحريات لما تكون متفق مع رأيهم بس كل الدعم لتريكا وموقفه ضد الشذوذ ما شاء الله يا جماعة صدقوني يعني أنا مش عارف أقول إيه في الحاجات اللي زي دي هندقل للصفحة اللي بعدها الصفحة الثانية الكرة نفس الكلام نزلت منشور للدعم هقلب بسرعة بقى صفحة ماجيكانو نفس الكلام كلنا أبو تريكا وزي ما انتم شايفين تفاعلة مجر ألف صفحة بلال خالد وده شاب بيعمل فيديوهات فكهية وبيعمل أفلام ومسلسلات وحاجات كده يعني ومع ذلك لم يتوانى عن دعم هذا الرجل يعني سبحان الله طلع يدافع عنه وأبو تريكا نطق بالحق وكلنا أبو تريكا صدقوني هذا كلام مهم جدا عشر تلاف شخص يتفاعلوا مع هذا المنشور كذلك صفحة إبداع الملاعب دول أطفال بيلعبوا كرة تقريبا بيجيبوا حاجات خاصة رجل المواقف المشرفة ونفس الكلام تفاعل كبير جدا كذلك صفحة أهلاو تريكاو مرة أخرى كلمة عن اعتزال أبو تريكا وتفاعل مهول ما شاء الله تبارك الله صفحة كاريكا دي صفحة من الصفحات أم أعرفش دي صفحة كاريكاتير تقريبا يعني عامة إسلامية أو غير إسلامية برضو نشرت الصورة دي تقريبا ده أبو تريكا صحي دي معا دي صورة أبو تريكا وبيقول ثواني هرشلك عليهم علبة بيرسول فبرضو دي صفحة داعمة وكتبت آية إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلموا وأنتم لا تعلمون الله أكبر ما شاء الله تبارك الله أكمل كفاية كده عشان ما نطورش الفيديو خمستاشر دي أكفاية فاضل دي أيتين محمد أبو تريكا دائما في أي قضية هم الأمة العربية كذلك دي صفحة الأهل يحكم صفحة برنامج الصليط الرياضي كذلك دعم لأبو تريكا 36 ألف متفاعل مع الصورة بتاعت أبو تريكا دعما له في هذا الموقف كل دا دعم للفطرة الإنسانية الفطرة التي فطرنا الله سبحانه وتعالى عليها كذلك علاء عبدالصادق وهو إعلامي أو علاء صادق نفس الحكاية برضو عمل فيديو يدعم فيه أبو تريكا تقريبا بقوم نوت اللي بيحربوا أبو تريكا ببدأ وقول كلنا محمد أبو تريكا نعم جزاك الله خيرا يا أستاذ علاء صادق كذلك نادي إمبي نادي إمبي صفحة نشرت هذا الكلام ليس سياسي ولا ناشط ثوري ولا مرشح لمنصب ما ولا يبتغي غير ذلك وهو رجل نبيل فقط إنسان وهذا ما يؤذيهم في أبو تريكا إنه إنسان فقط فلا هو سياسي تستطيع أن تساومه ولا طامع في منصب فتمنحه بل هو فقط إنسان كل الدعم أبو تريكا ما شاء الله والله الحب ده أنا أغبط أبو تريكا على هذا الكلام أعوى تحسدوه إياكم جماعة أي واحد يشعر في قلبه شيء يبارك لهذا الرجل ويقول ما شاء الله ويقول لا حول ولا قوة إلا بالله وتبارك الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وهكذا ما شاء الله برنامج الصالة الرياضي كذلك نشر هذه الصورة وكذلك ابن الأهلي نشر نفس الكلام وعليه التفاعل وكذلك جمهورية الأهلوية يبقى النهاردة أبو تريكا جمع جمع الأهلوية والزمالكوية هاشتاك دعم تريكا تصدر الترند عالميا ليصبح رقم واحد في 17 دقيقة فقط وهو شيء خيالي وغير مسبوق وي سابورت أبو تريكا مساومات وأشياء كثيرة يعني تخيل أنت لو ما كان أبو تريكا الآن اللوبيهات دي صرفت ملايير الدولارات ملايير يعني مليارات ملايير الدولارات على نتفليكس وعلى أفلام الكرتون وعلى الإعلانات وعلى الصفحات كل سنة ينزلوا في صفحات المركات العالمية حطوا العالم ده وفي البليستيشن وفي الألعاب وفي الشوارع وفي كل مكان صرفوا مليارات مليارات عشان يغيروا قناعات الناس أنهم يتقبلوا هذا الأمر ويطلع واحد زي أبو تريكا مبارك الله فيه على قناة فضائية بدون ترتيب وبدون أي شيء يحصل حوار بينه بين بنته يطلع يقولوا على الهوى ويحذر الناس ويقول لأولياء الأمور انتبهوا من هذا الموضوع فينسف هذه المليارات كلها اللي اتصرفت هو ده اللي حرقهم دلوقتي هو ده اللي قهرهم إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون الله أكبر والله أنا أرى هذه الآية مليارات صرفوها وترهيب للناس على الفيسبوك وعلى اليوتيوب الآن الناس كلها بتكتب على الفيسبوك أنا صفحتي الرئيسية على الفيسبوك من مبارح من ثلاث أيام كلها بطريكة ما بقيتش الصفح الفيسبوك يعني أنا بقيتها أخش تويتر أهرب من الفيسبوك أخش تويتر وخلاص كله دعم أبو تريكة بقول لكم الصفحات كلها وأنا ما جبتش الآن طبعا لو عديت لكم الصفحات كتير جدا اللي بيخش على هاشتاج يشوف عدد كبير جدا وزي ما قلت لكم هذا من القبول نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه وأن يرزقه وإيانا الإخلاص نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص والإنسان الذي يتصدى لهذه الفاحشة هو بلا شك هذا عمل نبيل هذا الأمر يا جماعة كان نبي من الأنبياء يتصدى له في يوم من الأيام وأخرج وقالوا أخرجوا آل لطن من قريتكم إنهم أناس يتطهرون وهذا يحدث الآن لأبو تريكة أخرجوا أبو تريكة من بينسبورت أخرجوا أبو تريكة من قطر أبو تريكة دا لو كان في أوروبا كانوا حكموا دلوقتي وعملوا له حكم إعدام يعني هم ما عندهمش إعدام هيعملوا حكم تفصلوا حكم إعدام عندهم كانوا يرقموه بالطوب بحرية الرأي فرضوا علينا هذه الأشياء ويجي يقول لك أنت بتفرض علينا للعقيدة الإسلامية وليه بتفرض علينا مش عارفة أنتوا عارفين يا جماعة الاتحاد الأوروبي من شهرين فاكرين الاتحاد الأوروبي لما عملوا حملة لتقبل الحجاب إنه الحجاب دا يكون مقبول في المجتمع يعني ما بيقولوش إحنا بندعم الحجاب هما بيقولوا يعني إيه إقبلوا الاختلاف مين فيكم تابع حملة الاتحاد الأوروبي اللي كانت عن موضوع الحجاب طلع الشعب الأوروبي المتطرف مع السياسيين مع الحكوميين وهاجموا هذه الحملة اللي بتطالب فقط بتقبل المرأة المحجبة اللي هي أقلية في الغرب فماسحوا الحملة فاكرين الموضوع دا فاكرين يا جماعة فاكرين الموضوع دا أنا هجيبه لكم أهو بصوا كده عشان الناس بس إيه تفتكر الكلام دا كله أهو فاكرين المجلس الأوروبي يسحب حملة لاحترام ارتداء الحجاب بسبب اعتراض فرنسي الاعتراض ما كانش فرنسي بس وبعدين أنا افترض إن فرنسا اعترضت طيب المجلس الأوروبي يسحب الحملة بالكامل آه لماذا بنشوفش حملات تضامن مع المحجبات اللي بيعتد عليهم مش بيقولك الكراهية الكراهية لما نشوف محجبات في كندا كل يوم اعتداء على المحجبات في كندا وفي فرنسا وفي ألمانيا وفي السويد وفي كل مكان قصما بالله كل يوم أخوات يا تواصلنا معي ماشي في الشارع واحد يبسق عليها ماشي في الشارع واحد يقف في العربية قدامها ويقول لاركب معي تعالي مع البيت قصما بالله وهذا الكلام حتى حكيته بعض الأخوات في سلسلة المسلمون في الغرب كم إهانة وإضطهاد للمحجبات في الغرب قعد سدوا يا جماعة أن الغرب ده حريات والعريانة تمشي في الشارع ماشي يتحرش بيها كلام ده احنا فضحناه وعريناه خالص في القناة ان شاء الله قشوا على قناة شؤون إسلامية هتشوفوا الكلام ده كله فهذه الحملة أين أدعياء الحرية من هذه الحملة مش الحملة دي كانت لاحترام ارتداء الحجاب لماذا سحبوها أين حرية الرأي وأين دعم المرأة المحجبة أصبح الشذوذ الجنسي أهم عندهم مقدس عندهم من الحجاب ومن الدين ومن المقدسات سب النبي صلى الله عليه وسلم سب الإله سب احرق القرآن اعمل اللي انت عاوزه هذا احنا ما نجدعو ده حرية الرأي احنا ما نشدددخل لها تشوف الأمم المتحدة بتتدخل ولا تشوف الغرب بتدخل ولا تشوف حد بيقول عيب احترم مشاعر المسلمين لكن هنا يقول لك احترم الفئة الصغيرة ما تحترم المحجبات الحمد لله هذه الحملات فضحت النفاق الغربي أنا لا أعرف أحد لديه عذر بعد الآن أن يعتقد أن هؤلاء عندهم حرية أو عندهم مسحة من حرية كذب في كذب بكذوبة كبرى هم بيعملوا الكلام ده عندهم في بلدهم أنا من حق أنتقدها إيه المشكلة لما انتقد هذا الأمر أين حرية الرأي هو رجل لا كل اللي بيقوله يا جماعة خلي بالكم وده ضد الفطرة وكذا وأولادكم والكلام ده كله جزاكم الله خيرا شكرا لكم على متابعة هذا البث وإن شاء الله إحنا في ظلنا أيام قليلة وتعود قناة شؤون إسلامية ولما إن شاء الله القناة تعود سوف أنشر هذا الفيديو على القناة عشان الناس اللي هيسمعوا الفيديو بعد أربعة أيام ما يتفقوش أنه الفيديو متسجل بتاريخ النهاردة اللي هو 3 ديسمبر 2021 شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم على المشاهدة ويرجى الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات شؤون إسلامية لنصرة قضايا الأمة شكرا لكم